خلال افتتاحي لمعرض زهور الربيع تفقد الدكتور عسان فايد وزير الزراعة والسصلاح الأراضي ومحافظ الجيزة الأجنحة المختلفة بالمعرض والتي تتميز بتنوع معروضتها من نباتات الظل والزينة وزور القطف والصبرات النادرة بالإضافة إلى مستلزمات إنتاج الزهور والله عدد المشاركين كتير التنصيق على أعلى مستوى الجو كله مبشر بالتفاقل والخير المركز اللي بحظ رعية من المراكز المشهود لها بالكفاءة والحقيقة من ساعة ما نجيت الوزارة وتقلبت هذا المنصب وأنا بحاول بخدر المكان بالتعاون معهم للمحاج بشتغل واحده ولحسن الحظ أن احنا جينا هو المعرض الخاص بمعرجان الربيع وده يبين دليل واقعي على الأرض الواقع بالشغل الكبير والجيد اللي عمله مركز بحظ رعية ويقام معرض هذا العام على مساحة 23 ألف متر مربع ويشارك فيه 160 شركة عارضة بالإضافة إلى المدارس والإدارات التعليمية ويضم مجموعات نباتية نادرة من زهور القطف ونباتات الظل والزينة والصبرات النادرة عندنا المشاتل التابعة للهيئة النظافة والتجميل في الجيزة هنستفيد طبعا من المعرضات النهاردة فيه أنواع جديدة من الزهور والنباتات الزينة هنستفيد منها والسنادي المعرض بتاع الزهور المقام على حوالي 23 ألف متر عندنا حوالي 160 مشارك جهات محلية وفيه جهات أجنبية بسيطة الزهور لغة تغنى بها الأدباء والشعراء والأحبة وهي لغة تعبر عن صفاء النفس وتبعث على الرقة والجمال إلى جانب كونها صناعة قوية تدر دخلا بالعملة الصعبة على البلاد فهل يا ترى نستلهم من هذه اللغة محبة تجمعنا على العمل والقفز فوق الخلافات من أجل مصرنا الحبيبة عيد حواش التلفزيون المصري